أظهر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية مولت المعهد المصر الديمقراطي وهي شركة مدنية بمبلغ 3.800.000 جنيه مصري والتي يدرها كل من حسان الدين علي أحمد وباسم سمير عوض وإسراء عبد الفتاة أحمد علي راشد ده أول ده التقرير التقرير المؤثق اثنين كما أظهر التقرير أيضا حصول مركز دراسات المستقبل للإستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بعض من شباب حركة 6 أبريل وهم أحمد صلاح الدين عطية وأحمد ماهر إبراهيم طنطاو وخالد محمد إبراهيم طاها وعزة بيدروس حيث تم دعم المركز بمبلغ 1.545.000 جنيه تمويلا من مؤسسة فريدم هاوس ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية وهيئة الوقفية الأمريكية هذا بالإضافة إلى مظهر التقرير من أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مولا عدد من المراكز من الشركات والمراكز الحقوقية التالية المجموعة المتحدة محامون استشاريون نجاد البرعي مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي كمال نبيل سدرة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن مركز أندلس لدراسات التسامح ومناضط العنف أحمد سميح محمد فرج المركز المصري لحقوق السكان منال محمود الطيبي مركز ابن خلدون سعد الدين إبراهيم المبادرة المصرية لحقوق الشخصية حسام الدين بهجت المكتب العربي القانوني ياسر عبد الجواد المنظمة العربية للإصلاح الجناء محمد زارع دار المستقبل للشراط القوانونية وحقوق الإنسان أحمد صرح الدين أحمد عطية وأحمد ماهر إبراهيم تنطاو خالد محمد إبراهيم طاها عزة بدروس مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية السيد باسيون السيد مركز الأرض لحقوق الإنسان كرم صابر إبراهيم مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب مجد عدلي وهويد عدلي وعيد سيف الدولة المركز المصري لحقوق الاقتصادي والاجتماعي خالد علي مركز هشاء مبارك للقانون أحمد سيف الإسلام محمد دي الهيئات أو الجمعيات أو الجهات التي تلقت تمويلا من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني ولا يمثل انطلاقه في عمل الحريات وإنما عمل سياسي زي ما تقال بتشير بعض المصادر الموثقة إن التمويل الأمريكي الذي صرف بعد الثورة بلغ نحو تمانية وتمانين واربعة وسبعين من مئة مليون دولار تمانية وتمانين واربعة وسبعين من مية مليون دولار يعني دخلنا في ميت مليون دولار يعني ميت مليون يعني كام يعني كام بالمصري ندرى في سبعتاشر مية في سبعتاشر يعني مية وسبعين مية وسبعين مليون جنيه ولا كام لا مليار تمانية وتمانين مليون في سبعتاشر احسبوها لي يا شباب يعني حوالي مليار ونص مليار الف وخمسمائة مليون جنيه تلقتها المنظمات الحقية السابقة من الولايات المتحدة الامريكية تاني اهو تمانية وتمانين علامة اربعة وسبعين من مية مليون دولار وهي اكبر من التمويل الامريكا الذي صرف في هذا المجال على مدار السنوات الستة الماضية والذي بلغ سبعة وتمانين ونص مليون دولار يعني اتصرف في سنة واحدة في 2011 و2012 ما صرفته الولايات المتحدة في مجال حقوق الانسان في ست سنين وبس المصر انتوا فاهمين احنا مركزين في الارقام احنا مركزين في ايه اللي كان بيحصل في نولينا وعلى مرأة مننا جميعا واصبحوا وجوه المجتمع واصبحوا دلوقتي ابطال واصبحوا دلوقتي ناس ملء السمع والبصر واصبح كل واحد عنده حسابات واصبح كل واحد مفكر نفسه ناشط ومفكر نفسه شخصية عامة وبيتكلم وبيعارض وعايزي برئيس جمهورية زي خالد علي هو دا اللي حاصل وبايدن حسن اللي هربان برة اللي واخد فلوس ده كل لها جاي بيتكلم يقولك ده انا بيهددني بالقاتل انت جيفة انت كلم انت لا تستحق اصلا ان الواحد يرميك بطوبة اصلا مش يقتلك لانه انت خاين انت والعدم سواء تاني بقول لن نسكت ولن يستطيعوا اسكات اسواتنا مهما علت ومهما كانت التحديات لان دول ضعفاء دول كلهم مرتزقة وكل دول وكل واحد فيهم على راسه اكتر من بطحة اروح للارقام المجموعة المتحدة محامون استشاريون نجاد البرعي خد حوالي مليون دولار بالزبط تسعمائة وستة مليون الف دولار قدامكم في جدوان مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بها الدين حسن باتين اربعة واربعين الف مركز اندلس لدراسات التسامح ومرهضة العنف احمد سميح مئة تسعة وخمسين الف مركز والله انا فاكر احمد سميح ده انا فاكر لا انا فاكر احمد سميح كنت في التلفزيون المصري وكان معايا في او مش فاكر في احد القنوات كان معايا سبحانك يا رب على قلة الادب كان الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وبنتكلم على الرجل كمال الجنزوري كان في وقت عصيب قام الاخوان وقام عصام العنية يتريق عليه ويتنطط عليه والبلتاجي يحاولي كانت كان يوم من الايام السيئة في حياتي السياسيا لما شفتي في البرلمان وكنت في البرلمان على مدار 8 ساعات كيف تم استجواب الدكتور كمال الجنزوري وكان محامر ابراهيم وزير الداخلية من مجموعة من الكلاب والارهابين المرتزقة داخل البرلمان في هذا اليوم شفت شخصية قميئة شخصية لا علاقة لها بالاخلاق او المبادئ او الوطنية وللأسف شديد فجئت بعد ذلك انه احد نجوم التمويل الاجنابي مركز ابن خلدون سعدين ابراهيم مليون ربعمية واحد الف ستمائة ساعة وتمانين طبعا ده الخبير بداحهم كبير طبعا استاذ رئيس قسم المنظمة العربية الاصلاح الجنائي محمد زارع اتنين مليون تمانية وتسعين اظهر التقرير حصول جماعة انصار السنة المحمدية على كام كام انصار السنة المحمدية مية واحد وتمانين مليون جنيه من مؤسسة عيد ابن محمد الفان القطرية تعالوا بقى نشوف التقرير الاخطر ده تقرير لجنة تقصر حقاق بالارقام تعالوا نشوفوا بقى السفيرة الامريكية قدمت اللي اقام باترسون فاكرينها قدمت تقرير للمجلس الاعلى القاتل المسلحة ورق سلمته المجلس الاعلى القاتل المسلحة قالت لهم ادي الناس اللي خادت فلوس وقد الفلوس اللي احنا تفعناها يا ريت تجبوا أنا على الشاشة يا شباب المجلس الامريكي للقادة السياسيين من الشباب اسماء والله لامعة وبرقة قال المجلس الامريكي للسياسيين القادة من الشباب اللي هو احمد ماهر واسماء محفوظ واسراء عبدالفتاح والرمم دول القيمة واخدين مية تلاتة وتلاتين الف دولار في اتناشر شهر ده في شهر مايو الفين وحداشر امد است واخدين تسع وتمانين الف دولار في ابريل الفين وحداشر تعليم اللغة الانجليزية للقضاء تسع تلاف تسع مئة وتسعين في مايو الفين وحداشر المنظمة العربية لإصلاح العقوبات 104 ألف في إبريل 2011 جمعية رجال الأعمال في أسيوت 3 مليون 271 ألف في يوليو 2011 جمعية رجال أعمال أسيوت تاخد 3 مليون دولار ده رقم ضخم جدا ليه؟ 3 مليون دولار 271 جمعية رجال الأعمال في أسيوت ده كله إمتى؟ في 2011 شهر أبريل شهر مايو شهر يوليو أنا بس الناس الطيبة اللي كانوا قاعدين ويقولوا مصر ونطلع وإن شاء الله والصورة تنجح كانوا شغالين بنواية وبأصوات حقيقية وكان فيه ناس من الخلف شغالين هو ده اللي حاصل تعالوا نشوف تاني جمعية رجال الأعمال في أسيوت تاني وغدى 328 ألف أغسطس 2011 يعني جمعية رجال الأعمال في أسيوت دي أنا معرفش بتاعت مين وإيه ومين لكن وغدى 3 مليون دولار في شهر يوليو وغدى 328 ألف دولار في أغسطس معرفش معرفش إيه القصة وجمعية تنمية المجتمع المحلي في المطرين وغدى 121 ألف دولار في يوليو 2011 جمعة أسيوت برنامج التعليم الفني وغدين 21 ألف دولار شركة شركة بتاخد ليه بلومون وغدى 3-2 مليون ربعمار 40 ألف دولار في أغسط 2011 أنا يعني ده في أسماء كتير جدا بس أنا طبعا ما عنديش وقت مركز القاهرة للتحول الديمقراطي وغدين 50 ألف دولار في يوليو 2011 بقولك ليه عشان عقل دورات تدريبية عن مجتمع المدني داخل القاهرة والمناطق الرفياء والصعيد وسيناء خدمات الإغاسة الكاثوليكية وغدين 4 مليون دولار في أغسط 2011 أنا ونحن 19 ألف دولار في يناير 2011 تبادل حضرات المسلمين في أمريكا وغدين 124 ألف دولار في يوليو 2011 CNFA وغدين 3 مليون 178 ألف دولار أغسط 2011 جمعية ترمية المجتمع نجع قط الأشراف الغربية وغدين 463 ألف دولار يونيو 2011 المنظمة الأمريكية الأيتام القبطيين 1.098 ألف دولار في يناير 2011 منظمة المشاركين الإبداعيين 1.944 ألف دولار في يونيو 2011 المكتوب في الملاحظات تشجيع حق المرأة والشباب لممارسة حقوق التصويت والمساعدة في الانتخابات السفارة كتب عن الديمقراطية كتب عن الديمقراطية 10 ألف دولار تمكين وتفعيل السلام 48 ألف دولار جامعة الفيون برنامج التعليم الفني 29 ألف دولار الكتاب مليان وثائق 30 ألف دولار وأنا بقول الكتاب كل وسائق ترجمة نانسي قنقر